اشتركوا في القناة دولة الامارات العربية المتحدة خلال اللقاء الاحاديث الودية التي تعبر عن الاواصر الاخوية المتينة والخاصة التي تجمع مملكة البحرين ودولة الامارات وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين والحرص المتبادل على مواصلة ترسيخها بما يعزز التعاون والتنسيق المشترك على جميع المستويات ويخدم اولويات التنمية والازدهار المستدام في البلدين ويلبي تطلعات شعبيهما الشقيقين الى مزيد من التقدم والرخاء حذر لقاء سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الامن الوطني الامين العام لمجلس الدفاع الاعلى قائد الحرس الملكي وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الولمبية وعضاء الوفد المرافق لجلالة الملك المعظم كما حضره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد النهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون الانهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من الشيوخ والمسؤولين